ارسل لعب منتخب طوغو رسالة قوية تحذيرية لمدرب الجزائر بيتكوفيتش متوعدا بها الجزائريين اياما فقط قبل لقاء المنتخبين في تصفية كاسمم افريقيا وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وترك التعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اذا صنع لعب طوغولي كيفان دينكي الحدث هذا الاسبوع في اوروبا بعد تفوقه على كل اللاعبين الجزائريين الناشطين هناك ما جعل حساب الاتحاد الاوروبي يثني عليه بعد بروزه في منافسة الدول الاوروبي بتسجيل ثلاثية واداء تاريخي في فوز فريقه الكبير سارك البروج على سانغالان بسودسية الاثنين وبالاضافة للهاتريك الذي وقعه كيفان دينكي قدم ايضا تمريرتين حاسمتين تؤكد المستوى العالي الذي يقدمه الهدف الطوغولي الذي هو بحسب منصة اوبتا فان كيفان دينكي هو ثاني لاعب في التاريخ يشارك في خمسة اهداف في مباراة واحدة في الدور الاوروبي وسبق لكيفان دينكي التفاوق على محمد عمورة في الدور البلجيكي لما خطف منه جائزة الحذاء الذهبي كاحسن هداف الموسم الماضي معطيات تجعل منه خطرا حقيقيا على المنتخب الجزائري والواجب على المدرب بيتكوفيتش الحذر منه ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بتعليق اسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة